مفردات المحاضرة الثانية سنتحدث بهذه المحاضرة عن الوظائف الإدارية في منهج الإسلام بالإشارة إلى خمس وظائف أساسية أو خمس وظائف إدارية الوظيفة الأولى منهج الإسلام في التخطيط بالإشارة وستتم الإشارة إلى كثير من الشواهد من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وكلها شواهد توجه المسلمين بأخذ الاحتياطات والاستعدادات العملية في الوظيفة الثانية منهج الإسلام في التنظيم ستتم الإشارة إلى أمثلة في التنظيم في الإسلام والقواعد العامة للتنظيم والتكامل في تنظيم المجتمع الإسلامي والتنظيم في صدر الإسلام في الوظيفة الثالثة ستتم الإشارة إلى منهج الإسلام في التوقيه وستتم الإشارة في هذه النقطة إلى شروط التوقيه في الإدارة الإسلامية وإلى التشجيع والتحفيز في المنهج الإسلامي كما ستتم الإشارة إلى منهج الإسلام في اتخاذ القرارات كوظيفة رابعة للإدارة حيث ستتم الإشارة إلى كيفية اتخاذ القرارات وكيف يعتبر مسألة القرار الجهر العملية الإداري في الوظيفة الخامسة منهج الإسلام في الرقابة ستتم الإشارة إلى الرقابة الإلهية والرقابة الذاتية والرقابة العامة الموضوع الثاني في المحاضرة الثانية سنتحدث عن بعض الرواد المسلمين في الفكر الإداري وسنتحدث عن تسعة رواد سنتحدث عن الفارابي كرائد من الرواد المسلمين اللي قدم اسامة في الفكر الإداري وسنتحدث عن كتبه وعراءه في المدينة الفاضلة كما سنتحدث عن الماوردي وسنتحدث عن الغزالي وسنتحدث عن ابن تيمية وسنتحدث عن ابن القيمة القوزية وابن خلدون والقلقشندي والشاطبي وإلى اساماتهم وما قدموا من الفكر الإداري